وهذه قضية أعزائي قضية خطيرة جدا لا فقط خطيرة ومؤسفة جدا أن نتصور أن الكثرة من أي طريق حصلت هذه الكثرة تورث اليقين المطابق للواقع واقعا واحدة من مآس الفكر الديني هذه القضية وهذا الآن معمول به يعني الآن أنتم عندما تأتون إلى أي قضية من القضايا الدينية سواء في الفضائل سواء في المقامات سواء في ولادة الإمام المهدي سواء في خلافة الإمام أمير المؤمنين وهكذا فقط تنظرون إلى الكثرة الكثيرة تقولوا بعد لا نحتاج إلى البحث ماذا في السند وأنا أتذكر في قضية ولادة المهدي سلام الله عليه قال انظروا بعض المتكلمين انظروا إلى عدد الروايات يا عزيزي هذه الروايات لها سند ليس لها سند أين مصدرها ما هي الكتب التي نقلتها وأين أين كلها لا يبحثوا فيها فقط ينظروا إلى ماذا إلى الكثرة إذا صار البناء أنظروا إلى الكثرة من أي طريق حصل من أي طريق حصل كونوا على ثقة لا يستقر حجر على حجر في الفكر الديني لماذا؟ لأن كل ملة كل نحلة كل مذهب فيما بينه توجد مثل هذه الكثارات هذه ليست مختصائين بمدرسة أهل البيت يعني الآن فلنكن نحن وعدالة الصحابة ومقامات الصحابة ودين الصحابة وفضائل الصحابة كونوا على ثقة لم يكن مكتوبا في فضائلهم أكثر مما هو مكتوب في فضائل الأئمة فمو أقل من ذلك فإذا صار البناء على أن الكثرة من أي طريق ولو من خلال ماذا؟ الموضوعات صارت دليلا يثبت التواتر والتواتر أنتم تقولون لا أنه يفيد اليقين بل يفيد اليقين المطابق ماذا؟ المطابق للواقع لأنكم أنتم تقولون أن التواتر من اليقينيات الأورستية واليقين الأورستي ليس فقط قطعي أو يقيني أعم من المطابقة وعدم المطابقة بل يقيني ماذا؟ مطابق للواقع ماذا تريدون أن تفعلوا؟ واقعا ماذا تريدون أن تفعلوا؟ لا يمكنكم أن تبعضوا لأن القواعد العقلية تبعض ولا تبعض القواعد العقلية القواعد المنطقية غير قابلة للتبعيض أعزائي إذا قبلتم في علم المنطق أن التواتر يفيد كذا فلا بد أن تقبلوا إلى الآخر وعند المسيحية وأيضا عندهم أمور ما هي متواترة عند اليهودية أيضا عندهم أمور متواترة في البوذائية أيضا عندهم أمور فيما بينهم ولا يتبادر إلى ذلكم أن هذا التواتر الموجود عندنا موجود عند المسيحية لا ما موجود وإنما هذا تواتر ماذا؟ إما تواتر مذهبي إما تواتر إسلامي إما تواتر مسيحي إذا فتح هذا الباب حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا؟ واحد أعزائي بعد لا يمكنك أن تبعض فكيف تريد أن يكون تواترك حجة وتواتره ماذا؟ ليس بحجة أعزائي التفتوا إلى هذه القضية أنا أتصور من مصاديق ذلك أعزائي روايات ما ورد في ذنب النساء أيضا يدعى فيها ماذا؟ التواتر وخصوصا هذه الروايات ناقصات الإيمان ناقصات ماذا؟ ناقصات العقول الدعية تواترها في كلماتهم هسأي نحو أفترض ليس تواتر اللفظي لكنهم لم يميزوا قالوا التواتر يفيد اليقين لم يقولوا التواتر اللفظي يفيد اليقين وإن كان وإن كان بعض يدعي حتى على مستوى التواتر اللفظي في بعض المفردات ناقصات العقول ناقصات الدين ناقصة العقل إلى أخرهم هسأل الآن نتنزل درجة نقول تواتر لفظي إلى أقل تواتر معنه يا أعزائي إذن أعزائي هذه القضية اللي هي مرتبطة بعلم المنهج مرتبطة بنظرية المعرفة هذا الذي نحن قلناه في محله أن التواتر بما هو تواتر لا يفيد اليقين فضلا أن يكون مطابقا ماذا؟ مطابقا للواقع إلا إذا كان مستندا إلى القرآن الكريم لا مطلقا وإذا كانت قضية عقلية لابد أن يكون مستندا إلى ماذا؟ إلى العاقل لا مطلقا يعني افترضوا أنه الآن عند المسيحية يوجد عندهم تواتر بالأقانيم الثلاثة هذا التواتر واقعا مفيد نافع أو غير نافع أنتم ماذا تقولون؟ تقولون بأن الدليل العقلي يقول هذا الذي يقولونه ما هو محال غير معقول فتنفي أنت حجية مثل هذا التواتر من خلال الدليل العقلي أو افترضوا أن التواتر قام على جسمية الله سبحانه وتعالى وأن الله ما هو جسم وأن له مكان وأن له عرش وأن له كرسي وأنه ينزل وأنه يصعد وأنه أنه إلى غيره وهذا أيضا مدعا في كلماتهم أنه جماهير الإسلام على ماذا؟ على هذا وأنت ماذا؟ كيف تسقطه بأي جي تسقطه؟ تسقطه بالدليل العقلي تقول العقل لا يوافق على ذلك إذن أعزائي لأنه أنا وجدت أن البعض يقول لسيد ماذا يفعل هنا؟ التواتر ماذا يفعل له؟ الجواب نقطة أول الصاطر نحن لا نعتني بالتواتر أصلا وفرعا ملان لا بد أن ننظر إلى محتوى القضية أن محتوى القضية ملانة إذا كانت قرآنية نرجع فيها إلى القرآن إذا كانت عقلية نرجع فيها إلى ماذا؟ إلى العقل ونحوي ذلك ترجمة نانسي قنقر